السلام عليكم. بما ان لغة بايسون من اللغات المنتشرة جدا الفترة دي بسبب اسباب كتيرة جدا زي ما انتم عارفين سهولة تعلمها سهولة الكود بتاعها سنتاجس بتاعها البسيط قابلية الكود بتاعها للكراءة بلص المكتبات الكتيرة جدا والفريموركس المبنية عليها اللي تقريبا مستخدمة في معظم المجالات زي الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والويب وبالتأكيد في مجال الاسكال هاكر طب دلوقتي انا كاسكال هاكر هل اقدر استفيد من المكتبات اللي موجودة في لغة بايسون الاجابة نعم وهتستفيد كتير جدا هشارك معاكم في الفيديو ده افضل خمس مكتبات مكتوبة بلغة بايسون ومستخدمة في الاسكال هاكر اندر اشتركوا القناة ما تنساش تعمل لك وشير الفيديو عشان نوصل لأكبر عدد منكم من اشخاص ويلا بنا نتعرف على الادوات السلام عليكم خلونا يلا نتعرف على المكتبات اللي معانا واول مكتبة معانا بعنوان اسكابي مكتبة اسكابي من المكتبات اللي بتتعامل مع الحزم او الباكتز الخاصة بالشبكة وده يساعدك في اكتشاف الشبكات والتحقق منها وتقدر كمان تعمل اسكان ليها اسكابي ليها فانكشنز كتيرة جدا ومتنوع بصرف النظر عن الباكتز سنيفنج فانت تقدر تخصصها حسب الاستخدام وبتشتغل الاداة على التحقق من التشابه بين البرتوكالات عالية المستوى وبرمجة الشبكات ضعيفة المستوى وتقدر كمان تشغل الاداة على لينوكس او ماك او اس او على ويندوز تاني مكتبة معانا وهي مكتبة بتساعدك المكتبة دي في التعامل مع معظم طلبات الاتش تي تي بي وهتخليها اسهل في الاستخدام بتقوم المكتبة بارجاع او كائنات سرعة الاستجابة زي بيانات الحالة والتشفير والمحتوى وطبعا تقدر تمرر البراميترز في عنوان اليو ار ايل وتمرر كمان الهيدرز اللي انت عايزها وتقدر تتحكم في كل حاجة والمكتبة دي واحدة من مكتبات بايسون الاكسر تنزيلا وفي اليوم الواحد ممكن اربعين الف شخص يحملوها واللي بيخلي طلبات بايسون محببة ومشهورة بين المطورين هو سهولتها يعني انت كمطور مش محتاج تضيف الكويرز او الاستعلامات الخاصة بيك يدويا في عنوان اليو ار ايل وتشفير بيانات النشط وده سبب كافي لاستخدام طلبات بايسون تالت مكتبة معانا بعنوان اي ام باكت بتتكون المكتبة من النصوص اللي بتساعد في العمل على بورتوكولات الشبكة وبتضمن كمان وصول البرمجة ضعيفة المستوى للحزم التانية بجانب تنفيذ البرتوكولات وتقدر تنشئ الحزم من البيانات الاولية وبتشتغل وجهة برمجة التطبيقات او الاي باي على انشاء بروتوكولات التسلسلات الهرامية العاميقة بكفاءة الهدف من مكتبة اي ام باكت هو تسهيل المهام على المبرمجين عشان يقدروا يشتغلوا ضمن اطار عمل مع الالتزام ببعض البرتوكولات المخصصة رابع مكتبة معانا بعنوان كريبتو جرافي مكتبة كريبتو جرافي بتساعد في التشفير بلص وصف مجموعات البيانات بيتضمن التشفير او طبقتين ما بينكو سين كده اللي هي وصفات التشفير الامنة اللي بتتطلب الحد الادنى من خيارات التكوين وفي نوع تاني من التشفير منخفض المستوى وهو يعتبر الاكثر خطورة وبيتم استخدامه بشكل غير صحيح فبتساعد المكتبة دي في تأمين المعلومات بمساعدة الاكواد المطورة بشكل فعال ولازم تبقى عارف ان التشفير بيحتوي على اكتر من حاجة على مسلا على توقعات رقمية على هاشنج على وشوية محتويات تانية بتبقى داخل التشفير خامس مكتبة معانا والاخيرة وهي مكتبة بايسون اني ماب اتكلمنا عن اداة الاني ماب كتير جدا الفترة اللي فاتت هتلاقي الروابط كلها في وصف الفيديو مكتبة هي اداة فحص كويسة جدا للشبكة بتستخدم حزم الاي بي لتحديد الاجهزة الموجودة على الشبكة بلس معرفة المعلومات المتعلقة بانزمة التشغيل باستخدام الخاص بالاني ماب يقدر الموجود على الشبكة يمسح التقارير اللي بتدعم مخرجات البرامج النصية لاني ماب وبيساعد اني ماب طبعا في تحديد واكتشاف الهوستس على الشبكات وبيكشف على الرقم الاصدار واسم التطبيق اللي بيشتغل على اي اجهزة بعيدة وبس كده هما دول افضل المكتبات اللي مكتوبة بلغة بايسون ومستخدمة في الاسكال هاكم يا رب الفيديو يكون عجبك واستفدته بتنساش تعمل لك وشير الفيديو ويسيبرك في كومنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته